الناس لما شافت هذه الصور أيضاً يعني الحديث عن الانفجار العظيم عن خلق الكون عن بداية هذا الكون بدأ يبقى فيه جدل واسع على السوشيال ميديا جزء منه ديني جزء منه علمي يعني كيف ترى هذا الجدل فكرة خلق الكون والانفجار الكبير هل ممكن التليسكوب ده يجيب عن بعض الأسئلة؟ لا في الغالب لا يجيد على الأسئلة لأنه بيجيب لنا أسئلة جديدة يعني فيه أسئلة دلوقتي جديدة خالص يعني بيزيد من الأسئلة ولا في نظر أن ده كله كويس يعني سبحان الله سألنا أن نتمعن في الكون الذي خلقه معناها أن ربنا نفسه بيقول لنا أن الكون ده شاسع وواسع وأن ما خلقه الله من حولنا أكتر ما كنا نعتقد وأن هناك شيئة كثيرة جداً ولابد أن نستمر في التعرف على ما في الكون ولاستمر نكتهد لنتعرف أكتر ودي حاجة كويسة جداً ومعناها أن العلم والمعرفة لا تنتهي ويجب علينا أن نستمر كلية وتماماً في الطريق لجمع ما أكتر ما يمكن من العلم والمعرفة لأن علم الله أوسع بكتير من ما كنا نعتقده هل يمكن أن يكتشف يعني ما بين الغازات الساخنة والدخان ده ممكن نكتشف حياة على الكواكب حياة في مكان آخر ما هذه من الأسئلة برضو اللي موجودة في عقولنا جميعاً لما بنتكلم مع الفلكيين يقولوا الاحتمالات قائمة بمئات وربما آلاف الاحتمالات أن تكون فيه شمس قد الشمس بتاعتنا كده بيلف حواليها كواكب قد واحدة منه قد الأرض يكون الغلاف الجو بتاعها كده مستقسم علينا بيقولوا الاحتمالات في الكون الواسع ده مش بعشرات آلاف أن فيه مثل هذه الاحتمالات تكون موجودة ما نعرفش فين ولا نعرف نسبتها ازاي لكن الاحتمال قائم علمياً أن تكون هناك مئات بل آلاف من الاحتمالات أن تكون فيه حاجة زي الأرض بتاعتنا فيها دي فيها شيء ما ايه السؤال اللي حضرتك نفسك يجاوبوا عليه من هذه الصور هل الشموس فعلاً تولد وتعيش ثم تموت أم هناك شموس تستمر على الدوام يعني هي الطاقة دي اللي بتطلع بتشيع من مكان ما هل هناك طاقة بتشيع من مكان ما لا ينتهي ولا الشموس دي بتولد وتعيش وتموت زي ما احنا كنا فهمين لكن ساعتك من كتر هذا يعني كل هذا العلم وكل هذه الاكتشافات تقول لسنا وحدنا في هذا الكون أكيد في آخرين هكذا يقول العلماء الحقيقة اللي هما بيفكروا كده يقولوا احنا ليس هناك يعني الشمس دي ما هيش حاجة ما هيش نجمة مهمة لها ويعني وليس لها يعني وخصوف في شموس تانية فيها أكتر من الكواكب زي أكتر من الكواكب مموعة الشمسية بتاعتنا فعني الاحتمال ان يكون هنا الحياة لوحدها بس يعني غريب جدا وان سبحان الله لما قال لنا شوف الكون ده شاسع وواسع وما خلقه الله احنا ما نعرفش فين خلق الله فالاحتمال لا بد اللي هو واحد يقول ان الاحتمال قائم وعلينا ان نستمر في جمع الهلم ولمعرفة لنعرف جزء مما خلقه الله من حولنا